انبالح كنت بقول لكم ان كل الاسماء هي اسماء لمرشحين ولا احد يستطيع الجزم بانه هذا المرشح اكيد 100% في انه هيبقى وزير وهيقول اليمين الدستورية امام فخامة الرئيس لكن النهاردة خلاص الكل قال اليمين الدستورية ووقف قدام الرئيس ثم حصل الاجتماع او الرئيس اجتمع بالحكومة الجديدة التشكيل الجديد ما بين الوزراء طبعا وطبعا تم اعلان المحافظين الجدد وما الى ذلك وزي ما كنت بقول زميلاتي العزيزات المسألة في انه مبروك طبعا مبروك مفيش خلاف ربنا يوفقهم طبعا ربنا يوفقهم جدا اوي خالص يعني يا ربي وفقهم توفيق لم نكن نتصوره على الاطلاق لا يخطر على بال اي حد فينا لانه في النهاية خالص ربنا وفق الحكومة دي يبقى احنا تحديدا مبسوطين وسعداء وميت فل واربعتاشر ربنا هيوفق في ملف التموين احنا سعدة في ملف التخطيط والتعاون الدولي احنا اسعد في ملف الرقابة على الاسعار اهلا وسهلا النقل الصناعة الاخ الاخ مش عاوز اقعد اعدد يعني بتكلم تقريبا تلكين وزير الا انه المسئولية تقيلة ويقف او تقف الحكومة بتشكيل المحافظين امام الرئيس في موقع المسئولية ويقف امام مجلس النواب زي ما كنت بقول امبارح للمحاسبة في وقت من الاوقات طول الوقت هيبقى في رقابة وطول الوقت هيبقى في حساب وايضا يقف امام الشعب المصري مية وعشرة مليون مواطن عندهم امل كبير جدا في الحكومة الناس متفائلة جدا الناس بتتمنى لهم التوفيق ده فعلا مش هزار وينتظروا منهم كل ما هو جيد لعل باذن الله سبحانه وتعالى تبقى المقدمات والفواتيح خير يمكن احنا امبارح كنا يعني لقينا خبر انه في استثمارات قادمة في منطقة الشحة السحل الشمالي الغربي تقريبا بحجم استثماري 21 مليار دولار لو انا متذكر الخبر كويس بتاع امبارح الا انه خليني اكلمك على النهاردة بقى بالتحديد يعني زي اقولك كده ايه هنقول ايه الفال فال خير بالموضوع بتاع الاستثمارات بتاع التمبارح دي